بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل للدرس السابق حول أنواع البيانات في الجافة خلونا نشوف الآن البيانات اللي تمثل الأعداد الحقيقية بفاصلة اللي هي الفلوت والدبل طبعا الفلوت ياخذ زي الانت 32 بيت والدبل ياخذ زي اللونغ 64 بيت ولكن طريقة التمثيل تختلف أو طريقة تخزين العدد في الفلوت والدبل تستخدم طريقة تسمى IEEE754 هذا ستاندرد لتخزين الأعداد الحقيقية بفاصلة وممكن أنك ترجع الانترنت حتى تفهم الستاندرد هذا ما وهذا وقت يصعب شرحه هنا لكن باختصار هو طريقة في الكمبيوتر لتمثيل الأعداد الحقيقية طبعا حتى تفهم المشكلة المعروف في الرياضيات أنه مثلا بين الصفر والواحد عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية فكيف تمثل أشياء هذه بالكمبيوتر؟ الكمبيوتر ما فيه ما لا نهاية ففيها الطريقة هذه لتمثيل الأعداد باستخدام الـ Floating Point أو الفاصلة العائمة هذه الطريقة Floating Point أو الفاصلة العائمة وهذا هو ستاندرد من جمعية المهندسين الأمريكية IEEE ومن خلال الـ Standard هذا نستطيع أن نمثل الأعداد الحقيقية اللي فيها فواصل وليس تمثيل دقيق 100% ولكن بأكبر قدر ممكن من الدقة طبعا الفلوت فيه 32 بيت فهو يمثل Floating Point الدبل هنا سموه دبل لأنه الـ Precision أو الدقة مضاعفة زين فالدبل نفس فكرة الفلوت يستخدم الفاصلة العائمة ولكن الدقة مضاعفة زين ما قلتك لا يمكن أنك تحصل الدقة هذة لأنه عدد لا نهائي بل إذا جيتها الفواصل إذا استخدمت الفواصل فيه إعداد لا نهائية بين الـ 1 والـ 0 فحنت تحاول تحصل أكبر قدر من الدقة فيقول لك الدبل يعطيك دقة أفضل من الفلوت هذا هو الفرق بين الأثنين طبعا فيه هنا بعض الملاحظات لما نيجي للـ Double والفلوت وهي أنه بما أن عندنا Float وDouble ليش نستخدم Long وInt و Short و Byte الفلوت والدبل هذي تقدر تمثلنا الأعداد اللي فيها فاصلة وبنفس الوقت تقدر تمثلنا الأعداد اللي ما فيها فاصلة يعني مثلا لو جيت للعدد 10 زيان فإني ممكن أقول هذا العشرة هو عبارة عن 10.0 زيان فما أحتاج أني أستخدم الـ Int السبب هو أنه الدبل والفلوت ليست دقيقة بما فيه الكفاية فمثلا نفرض أني كانت تشتغل البنك وتبغى تسوي برنامج والأعداد اللي الفلوس يعني في البنك فيها فواصل دائما فطبعا ما تستطيع تستخدم الـ Int والدول واللونك كده اللي ما تسمح لك بفاصلة فجيت تستخدم Float والدبل هنا طبعا خطأ كبير جدا مضبوط ليش خلوا وريكنا الآن برنامج في طبعا السبب ما هو هذا وقته لكن علقه لو وريك برنامج هذا برنامج في الجافة استخدم الدبل قال لك أبغى 1 ناقصا 9 بالعشرة 1 ناقص 9 بالعشرة يعطينا 1 بالعشرة تمام لكن لو نفذنا البرنامج هذا رح يطلعنا الناتج هذا مضبوط ما عطانا 1 بالعشرة ما عطانا 9 بالمية فتسعة تسعة 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 يعني شي قريب من الواحد بالعشرة لكن ما عطانا بالضبط الواحد بالعشرة إذن فيه خلل في الدقة هنا بسيط جدا مضبوط يظهر لك من حين لآخر في الدبل فجذلك الدبل ما فيه الدقة المتناهية اللي نبغاها بالملية هذه نشوفها ممكن فيه مبعد فيه أنواع أخرى من البيانات باستخدام الكلاسز زيان هذا شي مهم جدا إذن الفلوت والدبل تعطيك فاصلة لكنها تفتقد شوية دقة مقارنة بالبيت والشورت والإنت واللونج بالمقابل البيت والشورت والإنت واللونج ما تستطيع تعطيك فاصلة زيان هذا الفرقات بين الأثنين لما نجي للحجم حجم البيانات فإنه دائما البيت هو الأصغر يليه الشورت يليه الإنت يليه اللونج يليه الفلوت يليه الدبل فهي مرتبة من الأصغر إلى الأكبر مضبوط فأي عدد ممكن يكون فلوت ممكن يكون دبل ولكن العكس غير صحيح ممكن عدد يكون دبل بس ما ممكن تحطه فلوت إذا كان عدد ضخم جدا زي ما شفنا مثلا أبرز مثال شفنا البيت لو قلنا الألف الألف ما يمكن يكون بايت لكن ممكن يكون شورت زيان والمليون ما يمكن يكون شورت لكن ممكن يكون انت المليون أكبر من الشورت لكن ممكن يجي للانت والترليون ما يمكن يكون انت لكن ممكن يكون لونج وهكذا إذن هذا ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر في ملاحظة مهمة جدا في العداد الفلوت والدبل وهي أنه الفلوت والدبل تستخدم كثير لتمثيل العداد علميا طبعا التمثيل العلمي وش المقصود فيه لو أفرض أنك عندك العدد 1-2-1-2-3-4-5-6 تستطيع كتابة العدد هذا علميا بالطريقة هذه 1-2-3-4-5-6 هذه الطريقة العلمية في 10-9-2 هذه الطريقة العلمية لتمثيل العداد ممكن تراجع الرياضيات عشان تذكر الطريقة هذه في الكمبيوتر تكتب 1-2-3-4-5-6-E-2 تمام هذه الطريقة التي تكتبها في الكمبيوتر تكتب العدد في الكمبيوتر ال-E-2 معناته أنه العشرة أس أثنين زين لو كانت مثلا 1-2-3-4-5-6 في عشرة أس ناقص أثنين مضبوط اللي والعدد هذا هو نفسه 0-0-1-2-3-4-5-6 هذا العدد هو نفسه العدد هذا مضبوط ولكن ممثل طريقة علمية تكتب الكمبيوتر 1-2-3-4-5-6-E-2 هذه مهم جداً tha نفوي بعض الأحيان蔓 لو استخدمت الدبل والفلوت وكان العدد ضخم جدًا الي يطلع لك ممكن يطلع لك عدد زي كذا فمهم انك تعرف كيف تقرأ خلي نشوف مثال على الشيء هذا في إكليبس لو أنك مثلا تبغى مثلا تكتب أو عندك برنامج لسبب ما ضربت مليون في مليون وخزنت نتيجة في دبل فمليون في مليون احنا ما يهمنا وش العدد وش اسم العدد لكن يهمنا أنه هنا 6 صفار و6 صفار ففي حالة الضرب راح يطلع لك 12 صفر زي 1 وجنبها 12 صفر فلو طبعت الناتج في إكليبس لاحظوا أنه طبع لك 1.0E12 فمعناته أنه 1 في 10 أس 12 اللي هو 1 وجنبه 12 صفر فمهم أنك تعرف كيف تقرأ الأرقام هذه لما تشوفها هذا هو معنى الرقم هذا إذن مرة ثانية نراجع بشكل سريع هذه أنواع الأعداد النيوميريك هذه أعداد صحيحة بدون فاصلة تختلف من ناحية الحجم كل ما لا يزود الحجم 8 بيت 2 بيت 4 بيت 8 بيت أو 64 بيت هنا 32 بيت وهنا 64 بيت على الرغم من هذا 32 بيت وهذا 64 بيت اللونغ 64 بيت والفلوت 32 بيت ولكن طريقة التمثيل العلمية اللي ذكرتها قبل اللي IEEE 754 تسمح للفلوت أنه يمثل أعداد أكثر من اللونغ وأكبر من اللونغ ولكن يفقد بالمقابل بعض البريسيجن أو الدقة في الدرس القادم إن شاء الله راح نشوف كيف أننا نتعامل كيف في البرنامج راح نكتب أرقام من نوع بيت وشورت وإنت ولونغ وكيف إننا نحول من واحد للثاني مضبوط بين هذه الأعداد